موسيقى طبقة سكك الحديد الإيرانية الروسية تغير قواعد الصراع حول النقل العالمي العراق ينضم إلى الصين والبرازيل للتخلص من الدولار الأمريكي الحرب مع الكيان الصهيوني موقعات موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم صفقة سكك الحديد الإيرانية الروسية تغير قواعد الصراع حول النقل العالمي روسيا وإيران التي تخضعان لعقوبات غربية قاسية غير مشروعة عززتا من علاقاتهما في الآونة الأخيرة وتتحركان نحو تقوية العلاقات الاقتصادية وقد برز ذلك باتفاق جديد لبناء خط سكة حديد أساسي للممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب في نفس الوقت أنشأ ثاني أكبر بنك في روسيا مكتبا تمثيليا له في إيران بهدف تعزيز التجارة والعبور على العقوبات الغربية يعني التخلص من هذا نظام سويفت طبعا هذا الخبر ربما يرى فيه البعض أنه موضوع عادي في علاقات اقتصادية تجارية بين بلدين مهمين لكن كما أسلفت فيما يتعلق بتغيير قواعد الصراع حول النقل العالمي هو أن هذه العلاقة الجديدة هذا الممر الجديد الذي ستقوم روسيا وإيران بنائه فيما يتعلق بخط للسكك الحديد يربط بين مدينتي رشد وآستارا لنقل البضائع بين روسيا والهند عبر إيران هذا سيكون فتحا كبيرا جدا في صراع النفوذ بين الدول الكبرى حول مناطق النفوذ الاستراتيجية وخصوصا ما يتعلق الأمر منها بموضوع النقل اليوم أنت تريد تبني اقتصاد أهم شيء هو النقل سواء كان النقل الداخلي يتيسر لموظفيك عمالك مهندسيك الأيدي العاملة الأيدي المنتجة والمنتجة لكي تصل إلى أماكن عملها موظفين بشكل عامل أهم مال بسهولة وبراحة والعودة إلى منازلهم براحة حتى ينتج هذا الفرد فأنت بحاجة إلى بناء خطوط من النقل كثيرة ومعقدة وهذا ما تدأب عليه الدول الكبرى والدول الاقتصادية بشكل عام أما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية وشفتوا هذا الحزام والطريق تركيز الصين على بناء علاقات مع دول متفاقية. تحصم سياسيا واحدة من أهم الأسباب التي جعلت الصين على سبيل المثال فتوسط وتحسم الوساطات السابقة العراقية العمانية بين إيران والسعودية وأن البلدين عنصران مهمان جدا في النظام الاقتصادي العالمي وفي عملية النقل تيسير الارتباط بين المواد الخام وبينها بشكل عام هذا الارتباط نقل البضائع وكل البلدين إيران تحديدا هي الآن عضو في شنغهاي وقدمت على البريكس والسعودية تريد أن تكون أيضا عضوة مشاركة تطموح جربت فترة الحرب مع اليمن جربت فترة التوترات مع إيران شافت الأمر ليس بصالحها يوم على يوم تخسر تخسر ومو بس هي تخسر هي تخسر والدول الأخرى تخسر المنطقة كلها تخسر بل ربما تتعجبون حتى أمريكا تخسر أمريكا تستفيد من التوترات تستفيد من تعزيز هذا الصراع بين دول مثل إيران والسعودية وعلى أساس تقدم الحماية للمملكة العربية السعودية وتأخذ مقابل الفلوس بس في نفس الوقت وبعد الحرب التي أو العملية العسكرية الخاصة التي نفذت في أوكرانيا الروسية أقصد غيرت الأمور كثيرة الصين الآن بدأت تبرز أكثر من ذي قبل كدولة كبرى وعظمى اقتصاديا الصين لا تريد أن تلعب الدور الأمريكي بالمناسبة لأن الدور الأمريكي في المنطقة والعالم فاشل هو دور الهيمنة والسرقة وممارسة التسلط وهذا فاشل الصين لا تريده الصين تعتبر نفسها بالرغم من هذه الهالة الكبيرة التي رسمتها لنفسها حقا في الموضوع الاقتصاد والصناعة تعتبر نفسها دولة من دول العالم الثالث في نفس الاتجاه هذا الاتفاق الأخير الذي تم بين إيران وروسيا جاء بعد يوم فقط من إعلان رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية بأن ثاني بنك هذا اللي أشرت إليه في روسيا وهو VTB يعني أهم بنك روسي قام بافتتاح مكتبا تمثيليا له في طهران شوف هذا من يتحطه في السياق العام عقوبات دولية هذا يعتبر أول وجود مباشر لبنك روسي عالمي في إيران سيقوم بتحويل العملات الأجنبية يعني خلي نظام سويفت والدولرة هاي الدولار الأمريكي خلف ظهره خلف ظهر هذا نشرحه في المحور الثاني في إيران هناك ارتياح كبير بهذا الاتفاق البنكي يعني تمثيل البنكي واتفاق السكك الحديدية باعتباره جزءا من مصدر دخل مهم جدا للجمهورية الإسلامية في إيران في مقال صلت الضوء على الفوائد المحتملة للسكك الحديد صحيفة جامجم المعروفة بأنها صادرة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أكبر مؤسسة إعلامية رسمية في البلاد وصفوا هذا الاتفاق يعني هذا الممر بين إيران وروسيا بأنه الطريق الذهبي للتجارة وكانت أنباء تسليم التابعة للحرس الثوري الإيراني شوفيش قد حاولوا يفرضون ضغوط على الحرس الثوري هذه الوكالة قالت إن الشراكة الاقتصادية مع روسيا ستبطل اللعنة السابقة طبعا التي عطلت مشروع سكك الحديد حتى الآن لأن هذا الاتفاق ليس جديد الهند وإيران وروسيا كانوا وقعوا في العام 2002 اتفاق مبدئي لإنشاء هذا الممر الدولي للنقل بين الشمالي والجنوب وطبعا هذا الممر هو طموح يهدف أيضا إلى إنشاء طريق عبور جديد يربط الهند بأفغانستان وآسيا للوسطى وروسيا عبر المناطق الساحلية الجنوبية والشمالية الإيرانية إذا اكتمل أيضا الربط السككي بين إيران والعراق راح تشوف العراق شوان يرتبط بهذه المنطقة راح تسكون عندك سوق عالمية كبيرة يستطيع العراق أن يتنفس الصعداء عبر إيران وعلى أي حال فإن روسيا تعتبر هذا الممر منافسا رئيسيا لقناة السويس السويس وهو طريق أطول بكثير للتجارة مع شمال أوروبا قناة السويس فهذا يعتبر من الطرق القصيرة التي ستجعل إيران لاعبا رئيسا وأساسيا في الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب وستستفيد منه دول مثل العراق الهند ودول أخرى لكي أصلا تصبح عملية النقل مصدر أساسي من مصادر الدخل وتعزيز الدخل القومي وبناء الاقتصاد فمن هذا الباب أنا ذكرت لكم في لقاء سابق على موضوع الكيان الصهيوني وكيف يهتم الآن بمناطق آسيا الوسطى والقوقاز وقلت أن العراق مع الأسف والكثير من الدول العربية مو كثير مهتمين بموضوع آسيا الوسطى وهذه المنطقة والقوقاز فمن هذا الباب أيضا أنا أقول يجب على العراق أن يولي اهتماما كبيرا لعلاقات الربط السككي بينه وبين إيران وأيضا فيما يتعلق بعلاقاته مع الصين ولا يحط البيض كل لبسة واحدة وعلى الأقل هذه المملكة العربية السعودية الآن تتعامل بطريقة يفهم منها أنها دولة تتعامل باستقلالية مع ملاحظة أنها تستفيد من الظروف الدولية والظروف الأقليمية لتجعل حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ترضخ لمسألة انفتاح المملكة العربية السعودية على الصين وانفتاح المملكة العربية السعودية على روسيا وفي نفس الوقت تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا عبر مفاعل هنا وهناك لمنع العراق من أن يتوجه شرقا كما يتوجه غربا للمحافظة على استقلاله الاقتصادي وتعزيز عملته الوطنية وتحسين أداء الاقتصاد لصالح المواطن العراقي ينضم العراق إلى الصين والبرازيل للتخلص من الدولار الأمريكي الآن هناك حديث أخواني وأخواتي أن هذه الدولارة التي تهيمن على الكثير من قطاعات الاقتصاد العالمي تعيش ربما أيامها الأخيرة يعني هناك إصرار واضح من دول لها علاقات حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالبعض الدول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية للتخلص من هيمنة الدولار يقولون أن الدولار يعاني من مشاكل كثيرة لأنه يجعل الدول وأيضا بسبب المشاكل التي يعاني منها الدولار وبسبب المشاكل التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا على الصعيد الاقتصادي فتكون هذه الدول التي تتعامل فقط بالدولار الأمريكي تفقد سياساتها الاستقرارية وقراراتها المستقلة وتفقد تحكمها في سياساتها النقدية والتأثير في الأسواق هذا الموضوع ليس فقط اقتصاديا مع أن الاقتصاد هو لب الحياة في العالم الناس تريد تعيش وما تريد تكون دائما خاضعة لهذا الدولار الأمريكي الذي لا يساوي قيمته لا تساوي قيمة الورق المطبوعة عليها انت تعرف وقلنا لكم سابقا أنه نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق هو الذي تخلص من نظرية أن يرتبط الدولار الأمريكي بالذهب بالذهب كرصيد فالدولار والمئة دولار والخمسة دولار والعشرة دولار والعشرين دولار قيمتهم شيء واحد يا الورقة ورقة واحدة انت تعرف أخي الحبيب وأختي العزيزة أن الولايات المتحدة الأمريكية مقترضة تستدين كل سنة تستدين بلغت ديونها الآن انتبهوا جيدا لما أقول هذه الدولة العظمى وتتلاعب باقتصاد العالم وتريد تربط الناس فقط باقتصادها مطلوبة واحد وثلاثين فايف يعني واحد وثلاثين ونص تريليون دولار على الدولار طبعا الطلب بالنسبة للدول الأخرى اللي تطلب الولايات المتحدة يفترض أن واحد وثلاثين تريليون ونص تريليون دولار بقيمة الذهب سعر اليوم هو شيء همه انت طابع ورق هذا الطابع ورق هذا اثر عليك لكن في نفس الوقت هو ليش الدولار بقى يحافظ على وضعه كعملة قوية تتلاعب بأسواق العالم هو بسبب هذا اللي يسمونه الدولار النفطي اتفاق بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت دول بعض الدول الأخرى في منطقة الخليج بل ربما كلها حتى أصبح هذا الاتفاق يسري على كل أوبك انه يابا هذا النفط ينباع بهذا الدولار يعني السعودية العراق الان اي دولة تبيع نفطها الى اي دولة اخرى في العالم تبيعها بالدولار ليش يابا شون الداعي انا ابيع للصين ليش لازم الصين تدفع لي دولار هذا السبب هذا الحكي هكذا ساعد الان اكو رغبة كبيرة للتخلص من هذه الدولة والان يكتسب يعني عملية نزع هذا طبعا ما يجري الان حتى في الاوساط الغربية حتى هناك قلت لكم سابقا في الكثير من الصحف البريطانية والصحف الاوروبية الاخرى يقولون ان عملية نزع الدولرة الان تكتسب زخمها نزع الدولرة يعني ان تنزع علاقة الدولار وهيمنته على الدول الاخرى ولاحظتم على المدى الايام القليلة الماضية كان هناك حديث من كبار القادة السياسيين في شرق الاوسط يعني غرب اسيا كلهم يدلون بتصريحات مستمرة تتحدث على ان هيمنة الدولار في المنطقة بدأت تتلاشى حتى وصل الامر الى العراق احبائي لا تخيفكم تصريحات السفيرة الامريكية ولقاعاتها المستمرة ولا تخيفكم ايضا تصريحات مبعوثة الامين العام للامم المتحدة غير المنطقية السيدة بلاس خارت ولا تخيفكم هذا قرار تمديد الطوارئ الذي اتخذه الرئيس الامريكي هذه كلها محاولات يائسة لكي تحافظ الولايات المتحدة الامريكية على جزء من سمعتها اقول سمعتها لانها تتضائل سمعتها من قبل الانسحاب الافغاني من افغانستان والى ما بعد انسحاب الولايات المتحدة من افغانستان وكان حديث جدي حتى انها ستنسحب من العراق لكن هي تريد تشوف المقابل المقابل موقف المقابل اشلون فانتذا انت مسلم لها يا شنون بمصالحها امام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول نحن لا نرفض علاقة مع الولايات المتحدة الامريكية ولا اي دولة اخرى عدل كيان الصهيوني لانه كيان غير شرعي اغتصب فلسطين وشرد الفلسطينيين نحن نريد علاقات متكافئة متزامنة مع الكل وان لا تكون بالذات علاقتنا مع الولايات المتحدة الامريكية علاقة الحمل بالذات فريسا وتفترس من عندنا قالها مهو اللهم يخليهم ينطقون قالها ترامب بلسانه كم مرة وكررها وكررها عندما كان رئيسا للولايات المتحدة لا تقول لي هذا ترامب احمق لا لا ترامب يمثل المؤسسة الحكمة والمؤسسة الحكمة ترى مو هي هاي الادارة الامريكية مو هو هذا البيت الابيار لا لا المافيات وموهم مافيا واحدة وواحدة من اكتر واهم المافيات هي مافيا الدولار المال قال احنا حتش على السعودي في وقت الذكرون قال انها كشات نحلبها عندما يجف ضرعها سنسلخها هذا كلام المؤسسة بس الان وهذا من فضل الله الله سبحانه وتعالى يغير الله من حال الى حاله الله خلاهم يتورطون في هذه المسألة الاوكرانية وكما قلت لكم سابقا لا تزال ترى هي عملية عسكرية خاصة روسية مو حرب لم بعدها لا روسيا اعلنت الحرب ولا هم ما اعلنوا الحرب يعني هم حتى الان بدأوا ينسحبون من موضوع محاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين يعني روجقات هذا ماذا كان الامر فعلا يعني انتوا دازين طائرات لاختيال الرئيس الاوكرانيين فهذا اعلانوا حرب واذا اعلنت الحرب يعني هالله بعد جيب ليل وقد اتابع شيخ بكاك الاوروبيين ما يريدون هذه الحرب الاوروبيين يقاتلون كما تفعل الولايات المتحدة حتى اخر جندي اوكراني العراق الحمد لله في الاونة الاخيرة انضم الى القائمة المتزايدة من الدول التي اعلنت حضرة ممارسة الاعمال التجارية او الصفقات الشخصية بالدولار الامريكي خطوة جيدة وجبارة شنو والله اروح انا اشتري تذكرة طائرة مثلا ادفع دولار ليش او يدفع رسوم بالدولار ليش بالدولار وعندك عملة وطنية طبعا هذا قرار متأخر لكنه جيد ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل ابدا والايرانيين عدوا مثل رائع يقول السمشة شوقت ما صدتها هي طازجة فالحمد لله هذا قرار ممتاز جدا لانه لعقود من الزمان كان الدولار هو العملة المفضلة في منطقة الشرق الاوسط يعني غرب اسيا للمعاملات كل المؤسسات تشتغل حتى في بعض الدول نفسها تتعامل بالدولار بدلا من الريال وبدلا من الجنيه في الدول نفسها انت تعرف انا بريطانيا انا في بريطانيا من تضطي دولار من زمانها مولان مش عراء جديدة بس احنا مع الاسف في دولنا يعني عدنا ضعف ضعف ارادة من تضطي دولار في اي مطعم في اي مكان ما يحق ما ياخد منك ابدا اضطي باوند روح اتصرفه وما لا علاقة توانا تصرفه ما لا يريد منك باوند هذا الجنيه الاسترليني في فرنسا انا جربت ايضا يشهد الله اضطي دولار او اضطي باوند هم ما يقبل املت الوطنية كانوا سابقا يستخدمون الفرنك الان اليورو فليش انت تجي تكبل ايدك بهذا الدولار الامريكي وزير المالية السعودي احنا نقول السعودي احنا دولة من الدول النامية دولة من الدول من دول العالم الثالث ما اقلكم صيروا افضل من الدول الاخرى لا تصير مثل بريطانيا هاي السعودي والسعودي حليف الى الولايات المتحدة الامريكية ذاك اليوم وزير المالية السعودي قال ان بلاده منفتيحة على بيع النفط بعملات غير الدولار الامريكي هاي شون هاي هاي شو تسوي هاي وهي السعودية كما قلت لكم سابقا هي التي وقعت او التي اتفقت مع الولايات المتحدة الامريكية على بيع النفط للعالم بالدولار الامريكي وعلى طبعا عندك الصين وعندك دول اخرى مثل مصر المملكة العربية السعودية قلت لكم الامارات المتحدة الجزائر البحرين والبحرين بالمناسبة لا تستهين به سوق مالية ضخمة في المنطقة كلهم قالوا انهم يريدون من الانضمام الى مجموعة البريكس البريكس منه اللي بيها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا حاليا يرى طبعا قدمت وهي دول من المتوقع جدا ان تنشئ عملة جديدة لتسهيل التجارة الخارجية يعني هذا الدولار شوي شوي يودع سيراد ارادة ابقوا معنا الحرب مع الكيان الصهيوني اللقيط والمؤقت ان وقعت ماذا سيحصل احباي خطرة طويلة والكيان الصهيوني يهدد بشن عملية عسكري او اعلان حرب على الجمهورية الاسلامية في ايران في نفس الوقت يزعم انه يريد ان يوسع في دائرة اتفاقات ابراهام او ابراهيم عليه السلام لتطبيع العلاقات مع دول المنطقة يريد يوسع وما جاء يقدر يعني منذ هذه الاتفاقات التي ابرمت في العام 2020 وقبلها طبعا كانت معاهدة كانت معاهدة تام ديفيد ووراها 1978 ووراها اتفاقية وادي عربة مع الاردون وبعدين اتفاقية اوسلو يريد يسوي شيء لينجح مشروع التطبيع وتحويل بوصلة الصراع الى الجمهورية الاسلامية هذا دائما تهديدات ولاحظتم يعني في الفترة الماضية وهذا ايضا كله من فضل الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي اوحى الى داود عليه السلام قال يا داود تريد واريد ويكون ما اريد فان اسلمت لما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لما اريد اتعبتك في ما تريد ولا يكون الا ما اريد الجمهورية الاسلامية تعمل بنظرية اعقل وتوتل منذ مجيء الامام ومنذ انتصار الثورة هي تقوموا باعداد قوتها واعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة وفي نفس الوقت هي ايضا تعبئ الناس على ان هذا الكيان الصهيوني مو بس هو لقيط واغتصب فلسطين بل هذا هو خطر عليكم وانتم لاحظتم يعني شنو ليش ليش الفلسطينيين يهجروا احنا مرت علينا ذكرى النكبة ليش شعب كامل يروح مثلا واحدة من الذرائع اللي يتحجج بها هذا الكيان بانه يريد ان يشن حملة على ايران ويشن الحرب على ايران هو انه والله ايران تقول هي فصائل المقاومة ان هذا الكيان يجب ان يزول يقول لك احنا نريد ندافع عن نفسنا في الاعلام هذا خلط اعلام المقاومة والمبدئيين عليهم ان يوضحوا الصورة ومو هش القصة ما هكذا تورد والابل كيان في العام الف وتسعمية وثمانية واربعين انشئ على انقاض شعب يعني اجت مؤسسة صهيونية من خارج البلاد يش نقول كيان لقيطي انه من كل حدب وصوب كل الدول الاحراق الامن وروسيا ودول مختلفة زين هذول يجوا واللطيفة اخواني واحبائي قليل جدا من الفلسطينيين اليهود اللي كانوا في فلسطين يهود ممن انضموا للمشروع الصهيوني والان لا يزالون هناك مجاميع داخل فلسطين يسموهم موسوية ويسموهم سامرية وخير اسماء كثيرة اصلا حطي يسكنون في اماكن بعيدة عن المدينة او المدن يعتقدون ان غضب الله سينزل في يوم من العيام على هؤلاء اليهود الصهيوني لانهم اغتصبوا ارضا ليست لهم فالبقية جاءوا من بره وسووا هذا الكيان وشردوا الشعب الفلسطيني وقتلوا هاي المجازر السلام لازم احنا لازم نذكر يعني الجريمة مستنرة من مجزرة كفرقاس من مجزرة ديرياسي وتستمر الى يومك هذا فاذا هي حرب دفاعية ايران تدافع عن نفسها الدول الاخرى العراق اي دولة ترفض التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني هي تقوم بعمل دفاعي تدافع عن نفسها لكي لا يلتهمها هذا الكيان ومو بس يلتهمها لا لا يقضي على قدراتها العلمية ما شفتوا الموساد الصهيوني اول ما تأسس بل قبل ان يتأسس الموساد الصهيوني اصابات الهاقانا والاراغون المعروفة قاموا بقتل كل من له صلب العلمي علوم اكوا علماء في مصر اختالوهم بالخمسين وواحد وخمسين وبدت تستمر عمليات الاختيال ويجيك واحد في ايران ايضا في العراق لاحظتم اختيال العلماء نوويين حتى يشردوهم حتى يهربوهم ويخلوهم يشتغلون الهم بل حتى يعني مثلا في بعض وسائل الاعلام على الاسف حتى العربية يعني تقع في هذا الفاخ يقولون يا بي مثلا ايران مترد واسرائيل يا بي ترى يمو قضي هو شنو يعني الاختيال عمل جبار عمل بطولي تدفع الواحد خمس بيت دولار ألف دولار وراء اقتل لي فلان تقولوا شفارة بسيطة ويران تقوم بها بالمناسبة ترى حتى في داخل فلسطين المحتلة لكن ايران لا تعلن فصائل المقاومة كثيرا من العمليات التي تقوم بها داخل الاراضي المحتلة لا تعلن عنها مو من الصلاح ان تعلن عنها وبعدين المشروع الايراني هو تحرير فلسطين لكن يوم يطلع واحد والكثيرين هاي النظرية روجولها من الفلسطينيين العملاء حشى الفلسطينيين المقاومين اللي حفظون على هويتهم يقول ايران دمرت المشروع الوطني الفلسطيني طيب عندما تسألهم ما هو المشروع الوطني الفلسطيني يقولون لك يعني على اسف شعبر بقباحة عن صلفة هو التسوية مع اسرائيل ما يقول كيان صحيوني التسوية مع اسرائيل يابا ليش يقول لي انه احنا معادلة القوى ميزان القوى بيننا وبين هذا الكيان بين اسرائيل يعني لصالح الاسرائيليين فاحنا لهذا دخلنا اوسلو لهذا قبلنا على ان نقيم السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء بسيط من الاراضي الفلسطينية وكأنه بلدية ويخليك هو الكيان انت تقوي والله بعدين انا منتق وعندي قدرات عسكرية كبيرة فانا احرر الفلسطين بالسلام بالسلام انت وقعت اتفاقات انت حتى نفسك يكون كله بموافقة الكيان الصهيوني فعلى اتحاد نرجع الى اصل الموضوع جنارالات الكيان الصهيوني الان جاي يكررون نفس الاسطوانة المشروخة السابقة العمل يلوحوا في الافق بشأن البرنامج النووي الايراني ومنتديات هنا ومنتديات هناك ويتحدثون القادة العسكريون الصهيينة انه نحن على وشك ان نقوم بعمل بمفردنا لان الولايات المتحدة الامريكية لا تريد ان تتورط في حرب مع ايران وهذه المزاعم ماكو والله الولايات المتحدة تفصحوا لأول مرة عن قنبلة بامكانها ان تستهدف البرنامج النووي الايراني اذا كان تحت الجبال وهو البرنامج النووي الايراني واذا ذكرناها سابقا شبكة معقدة من المنشآت النووية في اماكن محصنة ومو ظاهرة على السطح وعملية ضربها وعملية ضربها ما دلك مستحيلة شبه مستحيلة خاصة بعد التقارب الذي حصل بين ايران ودول المنطقة التي تعهدت لإيران بانها حتى تلك التي وقعت على اتفاقات ابراهام تعهدت لإيران بانها لا تسمحوا بهذا الكيان اللقيط باستخدام اجوائه لشن اي عملية عسكرية ضد ايران يبقى منه يبقى والآذربيجانين واليوم ايضا حتى هذه آذربيجان في نفس هذا المنتدى الذي تحدث فيه الجنرال الصهيوني الكبير هكذا يعرفونه هيرتسي هاليفي قائد القوات المسلحة في الكيان الصهيوني وقال تقدبت ايران بتخصيب اليورانيوم اكثر من اي وقت المزاعم اليومية هناك تطورات سلبية في الافق يمكن يمكن ان تؤدي الى عمل العسكري يمكن تخدير للمؤسسة الصهيونية في الداخل هذا الجبهة الداخلية لكن حتى آذربيجان هي التي اعلنت ايضا في هذا المؤتمر قالت اننا على رسال نائب وزير الخارجية الآذري اننا نمتنع عن التدخلي في النزاعات او المشاكل الخاصة بالدول الاخرى بما في ذلك السماح او منح اراضينا لبعض العمليات او المغامرات يارفون وهو هذا يرتد عليهم قلت لكم سابقا اذربيجان ماكو عاصمت يفصل بينه وبين الاذريين الاخرين الذين هم في ايران فقط نهر ارس وهناك مشاعر قومية حتى في داخل ايران يعني يقول لك يا رأيت بك نصير مثل هذه الحماقات وحتى نسترجع الفرع يعودوا الى الاصل فاذا وقعت مثل هذه الحرب الايرانيين عندهم شعار جميل وواضح وفصائل المقاومة الاخرى اعلنت عن موضوع وحدة الساحات والايرانيين قالوا كلام من زمان تكلموا عنه علي وعلى اعدائي افهمها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة